الله سبحانه وتعالى ينادي كل واحد فيكم يقول لك اسألني استغفرني ادعني والله ان الله عز وجل قد اتى بك الى هذا المكان من اجل ان يدخلك الجنة قبل شهر ونص قبل شهر ونص طالعين انا واحد المشايخ الشيخ وليد الدهوان طالعين من جدة رايحل الطايف عندنا محاضرة وانحنا في الطريق قال للشيخ وليد يا نايف فيه ام من الطايف من الحوية لها اسبوعين تكلمني عندها ولد في العشرينات تقول اتمنى يا شيخ تجون تزورونه اتمنى تجون تذكرونه بالله اتمنى يحضر هذه المجالس اللي انتم تجلسونها وتذكرون فيها الله ابغى ولدي يتغير ابغى ولدي يصلي ابغى ولدي يرجع الى الله عز وجل ما ابغى ولدي يموت على هذه الحياة يموت بغير صلاة يموت ببعد عن الله عز وجل قل ليش رايكم مره اش رايك نقابله قل تم دقينا على هذه الام قلنا نبغى نكلم الولد كلمناه قلنا يا فلان احنا قريب من بيتكم جايين من جدة نبغى نسلم عليك اقسم بالله يتوعدنا في مكان في الحوية وقابلنا سلمنا عليه طلع اطيب مما تتخيلون شاب صحيح بعيد عن الله لكنه طيب في رجولة في شهامة في نخوة بعد ما سلمنا عليه قلنا له طالبينك طلب قالوا بشروا بعزكم قلنا له عندنا محاضرة في الطائف نبواك تروح معنا قال اسمعوا جيتكم غالية والله لعجيب بجيب ولد أختي وأحضر المحاضرة اقسم بالله رحنا المكان في اكثر من الفين شاب بدأنا المحاضرة نسينا هذا الشاب في نهاية المحاضرة الا شاب يخطو خطوات خطوات الين ما جاء وركب على المسرح وحظني يبكي وقال انا تائب من هذا المجلس وسجد على خشبة المسرح شكر لله اقسم بالله يا شباب اني قبل اربع ايام عزيت ام هذا الشاب في هذا الشاب الغريب مو في الموت الموت كلنا بموت كيف مات تقول الام والله اني راضي عليه الى يوم القيامة والله من بعد تلك المحاضرة انه يسلم على يدي ورجولي صبح ومساء الاربعاء الماضي اخذ عمره وصل الفجر ورجع من مكة للطايف ووجدوه ميت في بيتهم بسكتة قلبية الله رحيم الله كريم الله عظيم الله لا يرضى لعباده الكفر الله يريد لنا المغفرة والجنة الله يدعوك بماذا يدعوك بماذا يدعوك ماذا يريد الله عز وجل منك يريد ان يرحمك اقسم بالله ان نحسن الظلم بالرحيم نحسن الظلم بالكريم ان الله ما اجلسنا في هذا المجلس وفي هذا المكان الا وهو يريد ان يقول لنا في نهاية هذا المجلس قوموا مغفورا لكم فاتبدل السيئاتكم الى حساءات الله يناديك متخيل معايا الله يناديك يقول لك اسأني استغفرني ادعوني يقول هل من سائل فاعطينه هل من داعم فاستجيب له هل من مستغفر فاغفر له فمن لهذا النداء الله يناديك في القرآن يناديك يا مؤمن يا طيب يا خير الله يناديك في القرآن بماذا يناديك يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا والله جل وعلا ينادي أيضا في سورة النور ينادي جميع المؤمنين وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون أيها المؤمنون لعلكم تفلحون التوبة فلاح ويبغى من كل واحد هنا الله يريد أمر الله يبغى شيء الله عز وجل الذي بيده ملكوت السماوات والأرض يبغى من الشيخ سلطان ويبغى من نايف ويبغى من منصور ويبغى من الحضور يبغى أمر يريد أمر ويش الدليل إن الله يريد والله يريد من الذي يريد يا شباب أبغى أسمع من الذي يريد الله ممن كل واحد يقول الله يريد مني أنا بقول الله يريد مني وانت قول الله يريد مني عيدها بالله والله يريد والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما والله يريد أن يتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا وخلق الإنسان